ترجمة نانسي قنقر ومجالات التشريعية والتنموية المهمة استنادا إلى ما أوجده دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني من أرضية خصبة أمام سلطات المملكة الثلاث لتعمل في تناغم بناء تنامت مسيرة البناء والنهضة الوطنية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبلغت في تقدمها مراتب متقدمة في تحقيق آمال وتطلعات أبناء الوطن وفق أسس حضارية رفيعة ومبادئ وطنية راسخة جميع ما شهدته مملكة البحرين من تقدم وتنام تشريعي في مختلف المجالات استند إلى مبدأ التعاون بين السلطات الذي حث عليه الدستور وعملت به بكل إخلاص السلطات الثلاث في مملكة البحرين حيث عملت السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على تحقيق أعلى مستويات الإنجاز من خلال التعاون البناء والمثمر الذي تجسد في توحيد الخطط والبرامج والأهداف الوطنية والعمل على صون الحقوق والمكتسبات للمواطنين وفق الأسس والضوابط والتشريعات الوطنية وآلياتها السليمة اجتماعات كثيرة ولقاءات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عكست الروح الوطنية العالية في تحقيق مبدأ التعاون والاقتداء به كسبيل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بما يخدم الصالح العام للوطن ويقيم مبادئ العدالة الاجتماعية عبر إشراك ممثلي الشعب في اتخاذ القرارات وإبداء الآراء تجاه مختلف الموضوعات والقضايا في تعاون بناء ومثمر تحققت من خلاله العديد من المنجزات الوطنية المهمة التي أنجزتها مملكة البحرين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر